كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق سيدنا آدم في الأرض هو أصلا ربنا قال وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة لكنه خلقه في الجنة عشان يعرف سيدنا آدم وذريته من بعده أن ده بيتنا الأصلي وموطننا الحقيقي والأرض مرحلة مؤقتة لحكمة ربنا أردها ودايما القرآن يفكرنا بالحقيقة دي ما تنسوش بلدكم الأصلية الجنة ما تعملوش حاجة في الدنيا المعبر بتاعكم تأثر على رجوعكم لبلدكم الأصلية الجنة ويعتب ربنا سبحانه وتعالى على اللي عايش في الدنيا بتصرفات لا يراعي فيها دينه ولا رب ولا أخرته قال تعالى معاتبا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى في أجل كلنا هنرجع لربنا لبيتنا الحقيقي الجنة ويشكر ربنا سبحانه وتعالى في اللي عايش في الدنيا بتطلوب العرض برحته لكن بما لا يضر ببيت الأصل الجنة فيقول ربنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع هو بيتاجروا بيشتغلوا بيروحوا وييجي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عشان كده الصالحين دايما كانوا يوصح بيبهم وانت بتعمل أي حاجة بلاش الحاجة اللي هتعملها في الدنيا دي تأذي مقامك يوم القيامة يقول سيدنا سوفيان الثوري إذا أردت أمرا من أمور الدنيا فعليك بالتؤدة واحدة واحدة فإن رأيته موافقا لأمر آخرتك فخذه وإلا فقف عنه وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليه وأسرع قبل أن يحول بينها وبينك الشيطان يعني قبل ما تعمل أي عمل تشعر كده أن دينك ليه فيه رأي حلال أو حرام عليك بالتؤدة واسأل وما تخليش الجرأة هي القائد أو التصرع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لم يتقرب المتقربون إلى الله بمثل الورع الورع أنك لما تبقى حاسس كده أن فيه حاجة في المضادة تسأل الأول لحسن يطلع حرام أو حلال أتعلم أفهم قبل ما أكون جريء على تصرفاتي يعني مثلا واحدة عايزة تسافر برا شغل أو تعليم وسامعت أن موضوع سفر الست ده للخارج فيه كلام لازم يكون معها محرم لا فيه علماء تاني قالوا ينفع مع صحبة آمنة أنا مش بفتيك دلوقتي أنا بقولك أن أنت عارفة أن فيه حاجة كده فيه موضوع في الشريعة اسأل الأول عليك بالتقى ده وسؤال العالم هنا من التقوى والورع مش الواحد يأخذ كده بالشبه في الدين بالذات لما يكون عارف أن فيه حاجة في الموضوع ده شباب كتير بيحب يشتغل في التسويق الشبكي واحد لك سألنا قاله حرام واحد تاني يقوله لأ ده بيقوله حلال استنى عليك بالتقى ده بلاش تسرع وثقة خطر لأن الشبهة في الرزق دي حاجة خطر اسأل الأولا مش بفتيك حرام ولا حلال بقولك لما تحس إن حاجة الدين لي فيها رأي اسأل الأول سؤال المتخصص ده من التقوى والورع حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أخذ المال من حرام أو من حلال في جرأة من غير ما يسأل العالم وكان سيدنا النبي ربنا أيله ما ياخدش الصدقة كان يقبل الهدية فكان إذا دخل بيته فأتي بطعام يسأل أهو صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كله ولم يأكل وإن قيل هدية أخذه وأكل منه بيعلمنا إزاي الواحد يبقى بيعظم الدين ومر أحد الصحابة وكان سيدنا رسول الله مربيهم على احترام الدين كان بيصطاد في البحر فجي يتوضى افتكر أن مية البحر دي مية ملحة هو ينفع أن يتوضى بيها ولا لأ ما كانش جريء يتوضى يا عمه خلاص لا سأل النبي فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هو الطهور ماءه الحل ميتته وأفتا سيدنا رسول الله عشان كده كتير بقرأ على الإنترنت وفي مجالس مشايخنا بنت تبعت سؤال أن ولد أقنعها في الجامعة أن ينفع نتجوز بورقة كده مدام عندنا شهود من صحابنا هي حاسة أن في حاجة غلط لو كانت مندفعة تحصل الكرثة وبعدين بعد كده نسأل بتندم الأحسن لما تحس أن في حاجة غلط دين ربنا دي تدخل في الموضوع ده تسأل الأول لو هممت بأمر دنيا ممكن يأذي آخرتك عليك بالتؤدة واسأل العالم تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال الحسن البصري رحم الله وعبدا وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله تأخر هقول لك على حاجتين تعمله لما تحس أن في حاجة فيها شبه في طريقتين الطريقة الأولانية البعد خالص عن الشبهات وده أنا مش بفضله في الزمن ده لأن في حاجات هي عند بعضنا شبهات وهي أصلا حلال هو تعلم أن دي في حاجة غلط وهي حلال ومباحة فيبعت خالص فيحرم نفسه من مباحات حلال والأولى أنه كان يختار الإختيار التاني أنه يسأل مهم جدا يبقى فيه شخصية العالم في حياتك العالم اللي ترفع سماعة التليفون تقول له مولانا ينفع ولا ما ينفعش ربك بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ما عندكش العالم ده في حياتك يبقى دار الإفتاء هي الركن اللي بتسند عليه وترفع سماعة التليفون وتسأل عشان يفتوك بقال الله قال رسول الله ثم تسير على أقوال والراث النبي من العلماء كده أنت بتعظم شعائر الله وبتحترم دينك وإنت وسط ما بين الجرء على الشبهات وما بين البعد يمكن تطلع حلال فتنتفع بهذا العمل أو الفعل في دنياك في الله بسم الله تعالوا نعظم الدين ويبقى بالتؤدة كده لو شكين فحاجة نسأل أهل الذكر فاللهم يا رب املأ قلوبنا بالتقوى وزين أرواحنا بالتعلق برضاك واجعلنا ممن عظم مكانة الدين وأحب الرسول الأمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر